أكد الرئيس اللبناني مشاه العون أن التطقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي يعد خطوة نوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح والمحاسبة وكان وزير المالية اللبناني يوسف الخليل قد وقع عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفا رايز أند مرسال وذلك لإجراء تطقيق جنائي لمصرف لبنان المركزية وذكرت الوزارة أن الشركة ستقدم التقرير المبدئي بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة ويشار إلى أن خطة التطقيق قد تعصرت في السابق وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي ضع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقاب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء ناجيب ميقاتي الاثنين المقبل وكانت حكومة ميقاتي قد اجتمعت في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح الذي سيعرض على البرلمان المصادقة عليه وقد تعادت الحكومة اللبنانية الجديدة بأن تعالج أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد